أقدت لي فاتوح عشان ممكن واجباته الهجومية اكبر من واجباته الدفاعية وده يخليци não علم مباراة موزمبيك أقدت لي محمد النيني عشان واجباته الهجومية ممكن تبقى في الرؤية بتاعة الملعب والتمرير ممكن تبقى أفضل من وراء يعطيه اللي هو قوي جدا في المباراة اللي بتبقى محتاج فيها الدفاع أكتر من وراء عطيه أفضل من محمد النيني طب ليه اخترت محمد هاني رغم انه عمر كمال عبدالواحد كدراته له مية اكبر في مباراة موزنبيك عمر كمال عبدالواحد مس سليم مية في المية يعني ما عندوش مش هقدر بس لو سليم مية في المية مش عايز حلعب برضو بهاني هاني عنده النهاردة في الجبهة اللي هو فيها هو وزيزو محمد صلاح يقدروا يعملوا نفس الشغل ده يعني يقدر يعملوا نفس التقطيرات محمد هاني بالزبط كده بيشتغل في العمق كتير بيقدر يعمل ده مع النادي الاهل بشكل كتير ليه لقطات كتيرة في ده زيزو بيعرف في عمل التقطيرات هو ومحمد يعني انت ازاي بتخلق جبهة زي ما بتعمل جبهة قوية من ناحية الشمال بتخلق جبهة قوية من ناحية اليمين وده ده انت ما شفت عمر كمال عبدالواحد في الخمسة واربعين دقيقة أو في الفترة اللي لعيبها اللي كان فيها فتوح في المباراة الخمسة واربعين دقيقة الاولى وعمر كمال لعب واحد في الخمسة واربعين ديها الأولى ما شفتش خطورة من الجبهة اليمين كل خطورة لاتنا من الجبهة اليمين إنه عمر كمال لعب واحد عايز يشتغل من الأساس باك هو راجل تصنيفه من الأساس باك إنما بيتوظف بالشكل ده وبيلعب يقدر يبقى بديل أحتاجه في فترات لو حصل عندي لقدر الله إصابة أو لحصل ظروف طريقة إنذرات أو أي حاجة غيابات لهاني أقدر إنما أعمله التبديلة هجومية بشكل كبير جدا إنما محمد هاني شغال كويس زي ما بيشتغل فتوح من ناحية الشمال محمد هاني كان بيشتغل مع النادي الأهل